بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله في هذه السيشن هنتكلم عن واحدة من أهم التوبيكس اللي بيتم الحاجة لها أثناء الانتقال لمايكرو سيروس وهو الآلية المتبعة في نقل لديجتال ترانسفورميشن إيرا ونيو سلوشن الخاص بينا طيب هنا في هذه المرحلة بيبقى بيفكر أنا هعمل إيه المراحل اللي أنا هنقل بيها اللي بيكون مكون من واحدة وديبلويد عليها كل الشغل بتاعي وبانتراكت معها يعني كلهم كل ما أنا باجي بتاعي أو بصلح في حاجة بعمل له كله مرة واحدة هنا الناس اللي عملت كيكوف بالمايكرو سيروس ارتكتشور ابتدت تضع حلول لهذه المشكلة وهي السترانجلر ديزاين باترن وهي أنه فكرة بتتمحور حوالين الدومين دريفن ديزاين أنه أنت بتقسم السلوشن بتاعك لمجموعة من الدومينز كل دومينز تويتلي اندبندنت عن الدومينز الأخرى وبالتالي كل بيزنس لير لمجموعة من المايكرو سيروس اللي بتخدم عليه لديتا بيز هو اللي مسؤول عن عمل بتاعتها وبالتالي هنا أنت بتبدأ تقسم السلوشن بتاعك الدومينز بتاعتك بتبدأ تنقلها واحدة طيب لو جينا هنا احنا عندنا هنا في المرحلة الأولى احنا عندنا بيكوننكت على الخاصة بي في المرحلة التانية يعني ممكن نقسم السلوشن بتاعنا لمجموعة من بحيث ان احنا نعمل بحيث ان احنا نعمل بحيث ان احنا ننقل السلوشن بتاعنا جزء جزء فبناخد اول دومين اكوردينج موديل اللي احنا كنا عرفناه قبل كده دومين احنا بنهتم بنقله في البداية هنا بيتم نقل هذا الجزء الخاص بهذا الدومين وعمل الخاصة بي وعمل اللي اللي هو بيعمل لها مانجموعة مي بي ان انت تبدأ بي ان انت تعمل اللي اللي الريليتد بهذه المايكرو سيربس او مجموعة المايكرو سيربس اللي بتخدم على هذه الدومينز تعمل لها في سكيمة مستقلة او في مستقلة الابروتش ده بيحطم عليك انه انت يشوت جينيريت اللير اللير ده يبدأ ماشي معاك وهو الانتي كورربشن لير هو احد الخاصة بالانتي كورربشن ديزاين باترن اللي احنا كنا شرحناها في المايكرو سيربس ديزاين باترن وهي بتقولك انه you should handle the relationship between the old solution and the new solution as انه تحتاج ال data models ال original انت بتسيب ال original you may need ان انت ت improve فيها وبالتالي لازم يكون في layer وسيط هو اللي بيمaintain relationship between ال old solution ال old business اللي implemented for old solution وال all data models وينقلها ويعملها transformation لل solution الجديد اللي انت بصدد ان انت تعمله digital transformation باستخدام المايكرو service architecture layer اللي انت بتبني وبالتالي دور هذا layer هو maintaining the relationship between the old solution and the new solution ال anti corruption layer ده whatever تسميه بقى integrity layer anti corruption layer synchronization layer هو اللي هيكيب between the two solutions من responsible about the definition of this layer بيكون number one ال business analysis team از ان هو بيقول هو ال data اللي في old model هتبقى شكلها عملة ازاي وفي new model هيبقى شكلها عملة ازاي زائد technical team انه بيقول اه this is the internal data models اللي انا بحتاج ان انا عمل سواء المابينج ده كان بشكل مانوالي او بشكل automated انه يتعمله المناسب وبالتالي زي ما احنا شايفين كده وبعدين انا رحت بتاعتي من خلال implementation of the microservices be related schemas او related databases اللي فلي separated عن sorry اللي فلي separated sorry sorry اللي بتكون fully separated or should be fully separated in order to keep the reusability of المigration بتاعي و المicroservices بتاعي from domain to another so هنا انا بانكريز ال digital transformation ارب بتاعي بستخدام بجنرation لدي new microservices بseparated schemas بseparated databases till the sunset of the old monolithic solution while انا في الجرني دي i should implement my anti-corruption layer زي ما احنا قلنا in order to keep the relationship between the two solutions till the closure and the sunset of the old solution الجرني دي should meet the business architecture model وده بيبقى driven from the business architecture team اللي بيشارك في وضع الهيكلة المؤسسية ل ال enterprise بحيس ان انا يكون عندي vision when shall i sunset this solution احنا عندنا هنا مجموعة من ال design patterns يعني بت meet this business architecture number one the strangler design pattern number two the generation of the microservices using using domain driven design number three the anti corruption layer number four the event driven architecture approach اللي بي implement بشكل 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 ده نكون وضحنا ال approach and the strategy of migrating legacy solution to the microservices solution مشا مشاكرا جدا وبالتوفيق والنجاح اي سؤال اه يعني ارجو التواصل مباشرة شكرا بشكل 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 بشكل